دلوقتي انا حصل لي مشكلة وانا بشتري سلعة معينة سواء اجهزة كهربائية او اي ان كان وعايز اعمل شكوى لان انا مخدتش حقيق ودفع المقابل المادي بتاعي ومخدتش الخدمة الطبعية اللي اخودها والجهة اللي انا اشتريت منها ما احترمتش العلاقة ما بين البائع والشاري عايز اقدم شكوى ايه الاجراءات يا دكتور قانون حماية المستهلك اللي هو قانون 118 سنة 2018 ناصص على الاجراءات اللي اي حد يعملها بل بالعكس ده مدي فترات للرد عليه يعني ملزم الجهة الحكومية انها ترد على المستهلك في فترات قانونية لا تتجاوز فترة الشهر ده الماكسما بعد كل الاجراءات كلها والاول حاجة انه هو بيقدم بلاغ لحماية المستهلك وعملين كان فيه اكثر من وسيلة وفيه الهوتلاين اللي هو 19 588 وطبعا على الويب سايد وفيه واتساب وفيه كل الطرق الممكنة والسهلة للمستهلك انه هو يتقدم بها لشكل بعد كده المفروض ان الجهاز هو اللي بيتابع معاه خلال فترة معينة بعد استكمال المستندات كلها ويبتدي كيس باي كيس يعني ماتيش حلول عامة كل حالة بحالة كده بتدرس وتتعرف ايه اللي ليك وإيه اللي عليك ولو احنا بتتكلم فيه حاجة المستهلك بيقول دي بايزة انا شاريها بايزة والتاجر بيقول لا ده هو اللي بوزة بنلوح المفروض انه بتعرض على جهة فنية بتطلع تقرير وبتقول العيب فين هل هي عيب صناعة ولا سوء استخدام ومن هنا بيبتدي بعد كده يتصعد الامر لو ما تحلش بالطرق الودية في صدور قرار ملزم من مجلس ادارة الجهاز تبقى للقانون 180 سنة 2018 يعني ممكن يتصل بالخط الساخن 19.588 يبلغ ان فيه شكوى او فيه كمان ارقام واتساب بالزبط كده هم بيتخذوا ويبتلوا يتخذوا الاجراءات بتاعتهم يعني البضايع اللي بيكون حواليها شكاوى كتير هي السلعة الكهربائية او المنتجات الكهربائية ويعني عايزين نسأل هل في فترة الشهر اللي انا اقدم فيها شكوى للجهاز تنطبق على السلعة اللي معها ضمان واللي مش معها ضمان بص حيك فيه نقطة مهمة جدا يمكن احنا صرين على وجودها في القانون القانون ده من بيعتبر ده من اعظم القوانين حماية المستهلك في العالم ويمكن ده بشهادة الاتحاد الاوروبي اتخذ عليه شغل كبير جدا جدا في التعاون مع الاتحاد الاوروبي ثم في مجلس النواب قعد فترة يناقش بطريقة يعني مستفيدة القانون هنا بيوضح نقطة مهمة فيه حاجة اسمها ضمان قانوني وفيه الضمان الشهادة اللي هي موجودة شهادة الضمان بمعنى ايه ان حصل مشكلة في هذه السلعة الكهربائية او السلعة المعمرة زي ما كنا بتسميها زمان بنلجأ للشركة المصنعة او البائع وانها بقول لها تعالي صلح لو ما جاتش صلحت بلغ حماية المستهلك بيلزمها بالاصلاح طيب لو هي جات صلحت مرة واثنين المرة الثالثة بلاجت زم انها تستوجب ده بعد فترة ايه بعد الفترة الشهر اللي نص عليها قانون حماية المستهلك لازم في المرة الثالثة ايه دكتور يتم استبدالها تبدل السلعة نفسها بالضبط كده في حالة تكرار العيب اكتر من مرتين في المرة الثالثة بيستبدل السلعة ده بعد الشهر لو هي حصل العيب ظهر في الشهر الاول لا بتستبدل فورا مفيش فيها اصلاح خلينا واضحين في القانون ووضح فينا النقطة اللي حيجي تكلم عليها هل هي بالضمان ولا غير الضمان لا القانون اوجد ضمان قانوني بمعنى ايه؟ بمعنى ان السلع اللي بينص عليها وزير التجارة والصناعة اللي هي تعتبر من السلع المعمرة دي بتعتبر لها ضمان فترة سنتين حتى لو ما هاش هاد الضمان يعني ده كده اعلان رسمي لكل حد ان لمدة سنتين انت من حقك تطلب الخدمة من الشركة وانك تبدل منتج بتاعك في حالة ان كان فيه عيب لمدة بالضبطة والشهر ولو كرر طبعا بيتطبق عليه ان هو القانون برضو ان هو بعد مرتين اصلاح بالمرة الثالثة بعد انتهاء الشهر يتم استبداله ولو الشركة ملتزمتش يعني ملتزمتش بالقانون ده او بالمعاهدة ده قانون ملزم للجميع والعقوبات فيه قوية جدا احنا بنتكلم في عقوبات بتتراوح من 20 الف جنيه لمليون جنيه وعندها تكرار بتتضاعف هذه الارقام فحنا بتتكلم لو سلعة كهربائية بتتكلم في 20 في 15 في 5 لا العقوبة بتبتلي من حوالي 10 تلاف جنيه الى مليون جنيه وطبعا القاضي هو اللي بيقدر هذه العقوبة فبالتالي لا العقوبة بترضع اي حد ان هو يقوم بعدم التنفيذ افضل ليه التنفيذ مليون مرة طبعا وارضاء المستهلك يبقى هم حاجة المواطن يكون مع الفاتورة ويبلغ في الوقت الصح بالضبط كده